معنا من رفح مراسل العربي أحمد البطة مرحبا بك أحمد ضعنا في صورة التطورات من الناحية الميدانية من ناحية وطيرة القصف كيف بدت الساعات الماضية أين تركز القصف في قطاع غزة محمد لم تسجل أي من الغرات الجديدة خلال الساعة الماضية على الأقل لكن ما زالت الاشتباكات تتواصل في مناطق مدينة خان يونس ومحاور تواجد قوات الاحتلال سواء جنوب المدينة أي في منطقة البطن السمين بالامتداد مع محيط مستشفى ناصر أي من المنطقة الجنوبية للمستشفى منطقة الحي النمساوي وأيضا نتحدث عن اشتباكات في المنطقة الشرقية حيث التمركز أيضا من التمركزين الأكبرين في مدينة خان يونس والمحاور المشتعلة دوما منطقة الشرقية وبالتحديد منطقة مسجد الظلال هذه المنطقة هي من أوائل المناطق التي أيضا اقتحمها وتوغل فيها الاحتلال ودمر هناك منازل وأجر عمليات حفر لذلك هذه الاشتباكات تتواصل مع تزامن بقصف إسرائيلي مدفعي يطاول مناطق وسط المدينة إلى مناطق جنوبها وشمالها أيضا عدى عن ذلك لم تسجل أي من الغارات الجديدة وكانت خلال الساعات الماضية وأيضا ساعات نهار يوم أمس سلسلة من الغارات استهدفت مناطق محافظات قطعازة بشكل عام أدت لإستشهاد عشرات المواطنين منهم أطفال ونساء في ظل ذلك نتحدث عن قطاع صحي يعاني الأمرين محمد نتحدث عن خمسة مستشفيات فقط في المناطق الجنوبية هي تقريبا المستشفيات الأبرز والوحيدة التي تفتح أبوابها بخدمة طبية متوسطة المستشفيات المحافظة الوسطى أو مستشفى المحافظة الوسطى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وهو بالمناسبة مستشفى صغير أمام المساحة الكبيرة التي يغطيها والعداد الكبير التي تصل من شهداء وجرحى مستشفى ناصر الحكومي وهو الأكبر وهو أيضا يأتي ضمن التحذيرات وزارة الصحة بأن إذا ما خرج هذا المستشفى عن الخدمة ستأول المنظومة الصحية إلى الانهيار بشكل تام يعني تقريبا هذا المستشفى يعني يحمل أكثر من نصف الضغط الكبير الذي تعاني منه المستشفيات في المناطق الجنوبية ومع استمرار الشبكات في محيطي هناك أيضا تردي في الخدمة الطبية التي يقدمها الكادر الطبي أيضا المنهك والقليل أمام العدد الكبير من الجرحى ونتحدث أيضا عن مستشفى غزة الأوروبي الموجود في الجنوب الشرقي من خانيونس ومستشفى مدينة رفح عبو يوسف النجار الحكومي الصغير جدا وأيضا مستشفى الكويت التخصصي والذي فتح بوابه حديثا في محاولة إسناد للمستشفى الحكومي الموجود في مدينة رفح وهذه المدينة التي يقطنها ما يزيد عن مليون ونصف الشخص وسط التكدس الكبير ووسط حالات الوباء التي تنتشر ما بين الناس تعاني من هذا الضغط الكبير وهذه المستشفى لا تستطيع أن تلبي الحجم الكبير من المراجعين والمرضى في أقسام مختلفة شكرا لك أحمد البطة مراسل تلفزيون العربي كنت معنا من رفع شكرا لك